هل تجد أن هذه المناخات أو القوى السياسية أو المشهد السياسي الذي يديرها أو تديرها الحكومة الآن تستقبل خطابات من هذا النوع بغسل الزيتون بالبراءة التي تتحدث بها المرجعية قوى سياسية الآن مزدحمة مع بعضها البعض من أجل مصالحها هل تعتقد سيؤثر بها خطاباً من هذا النوع؟ الثنائية الحاكمة بالتاريخ الثنائية التاريخية هي نفسها سيد نجيم لن تتغير من بدء الخليقة حتى طوي الأرض وقيام الساعة خير وشرحق وباطل مسالم وقاتل قابل قتل هابيل الآن الفاسد قبل واحد عشرة كان متصف بالفساد الآن أصبحت له صفة ثانية هي القتل والإغال في دماء وأرواح الشباب العزل الشعب الأعزل المظلوم المحروم الآن أصبح ضحية قتل وضحية سلاح هذا اللي نتحدث به إحنا الآن صار صفين صف الشعب والمرجعية وصف الآخر الطبقة الفاسدة القاتلة بعد واحد عشرة مبادرة القتل واستعداد القتل ظاهرة على الأرض بعد ما إحنا تحدثنا كثيرا عن الفساد على يد هذه الطبقة الآن القتل اليومي أعداد الضحايا ما بين قتل ومعاقين اتناها بين يدي البارحة تقرير أنه بين 700 إلى 800 معاق غير الشهداء الاستشهداء وغير العشرات آلاف الجرحة هؤلاء قتل الآن يمثلون عنوان القتل بعدما كانوا يتصفون فقط بالفساد أو الإجرام الآن ننتظر حقيقة أن نتوقع منعدوم الأكثر